مد منطقة تيناركوك في ولاية أدرار بالكهرباء من نوع الضغط العالي مشروع بدأت ملميحه تتجلى كما استبشر به السكان خيرا في مساء البعض من عملية نصب الأعمدة الناقلة للتيار في وسط حقولهم وحدائق منازلهم محتبرين ذلك خطرا يهدد سلامتهم نحن فرحنا لوكي جاتنا تريسينتي ولاني فقالوا لنا بلي كابل سيكيريتي باش تفوتوا فوق جنان من بعد صبح كابل خطير راك تشوف جنان هذا رانيضوك تطلب فيه قريب 30 نخلة بهالنحية من تحت لالين هذا نتع تريسينتي والنخلة اللي بارك راي معيشها ليا عائلة كينا قريب 40 عائلة راي فيتا فوق ديارتاهم وراي ديارة مشكل كبير وحالة خاطرة أخي وطالوا فيه وصد الديار شحن بلاسها كثير وصد الديار فيهو في مفاوضين هنا وطلبوا من الشعب يعاونه كالكليزمين يعاونه باش يكلوا له باش يخلصوا باش يخرجوا له البطوية تدخلوا الهيئة المختصة لإزاحة الضرر مطلبوا السكان يا أخي نطلب من السلطات نطلب من صنع القاز يدعون لنا حل يتحركوا شوي يتحركوا شوي سنون ونقولوا في مشكلة راي صراتش حلم مشكلة كيندير حرقوا من الله لينهد إلى أن تبلغ رسالة هؤلاء ما سمع المسؤولين يبقى الحذر قائما حتى لا تتحول نعمة الكهرباء إلى نار تأتي على الأخضر وليابس على رأي المثل حلم وطال حلمه ولما تحقق زادهمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر